تحيات اخوات وحبابي وصحابي في كل مكان يا رب تكونوا بألف خير والف صحة دائما يا رب معكم ومريم من قناة اكلة بنفسي. النهاردة عندنا نوع حلوى يعني اقتصادي صحي مناسب للدايت ومرضى السكر ومرضى حساسية الجلوتين. ربنا ايش في الجميع يا رب. ده بناء على طلباتكم ان انا ازود من الحلقات دي. اه حلوى بجد طحفة جدا يعني نوع كده في التقديم طريقته سهلة وطريقته سهلة وتقديمه خفيف. وحاجة كده ممتازة جدا والطعم طحفة. ومش هتصدق انه اقتصادي وكمان اه يعني سهل في التحضير ومكونات موجودة في باتك. يلا بينا بسرعة نشوف حلقتنا. بس يا ريت قبل ما نشوف الحلقة ما تنسي باشتراك وتفعيل زر الجرس ولا هكا تكتل للفيديو عشان ترفعوا وشوفوا غيركم. يلا بينا. عندي تلات حبات موز يكونوا مستويين يعني حلوين كده مستويين كويس مش لونهم اغضر. تمام ها اطحهم كده زي ما انت شايف بسرعة يعني مفيش اي مشكلة سهل جدا بقولك. عندي هنا زبدة فول السوداني. انا سبتها في الكب حوالي معلقة كبيرة. ليه? عشان انا اوريكم ان انا عملاها في البيت. مش لازم تشتري زبدة فول السوداني الغالية اللي برا. انا عملتها قبل كده معاكم. هسيب هالك الرابط في صندوق الوصف وتظهر لك في حرف الاي. حطيت اللموز على زبدة الفول السوداني. وسبت وضربتهم مع بعض في الكبة. هتشيلي طبعا تفتح الكبة وتنزل اللي بيبقى لازق في الاحرف دي. عندي هنا سبع معالق كاكاو خام منخولين. المعلقة الصغيرة. جوة الطقم المعالق المعيارية دي يا بنات. تمام وعندي واحدة فانيليا. طريقة سهلة جدا وما فيش ابسط من كده ومكونات اقتصادية جدا جدا بالنسبة لانها حلوة يعني اه اه دايت وطبعا احنا عارفين الاكلات الصحية ده ما بيكون فيها مكونات غالية شوية. هنا عندي معلقة كبيرة عسل ابيض. ممكن الاستغناء عنها. يعني لو عايزة تستكفي بحلاوة اه الموز براحتك. ممكن الاستغناء عنها. كل ما هتستغني عن حاجات كل ما هيكون اه سعرات الحرارية اقل. تمام وعندي هنا حوالي معلقتين زيت نباتي. اي نوع زيت تحبيه. بس ياريت يفضل لو جوز هند هيكون حلو جدا. ضربناهم كل المكونات مع بعض. هنا تعالي هنجهز القالب اللي احنا هنصبه فيه. هنجيب ورقة خبز اللي هو ورقة الزبدة ده. وهنغلف اه كويس خالص اطراف القالب زي ما انت شايفها اهو. اه وبعد كده هنصب الخليط زي ما انت شايفها هتو فيه تقريبا زي قوام الكيك. لو اتقل من كده مفيش مشكلة برضو هيبقى كويس معاك. تمام? لان ممكن الموز ما ياخدش معاك يعني يكون اسمك شوية لما يقبل الكاكاو عليه. يعني. تمام? حطيته في القالب وسويته كويس وهغطي آآ هقفل عليه ورق الزبدة وهدخله في الفريزر آآ ممكن ساعتين تلاتة ممكن تبيتيه مفيش مشكلة برضو خالص حسب راحتك. تمام? ده بعد ما قعدت حوالي في الفريزر ساعتين تلاتة. وهو زي ما انت شايفها قفلت عليه ورق الزبدة. انت ممكن تقعديه اكتر هيكون افضل برضو. تمام? هتشيل ورق الزبدة من عليه بشويش وهت هتقطعيه بالطريقة اللي انت عايزها. مربعات آآ آآ بصي مستطيلات زي ما انا كنت عاملاها يعني زي ما عملتها براحتك خالص. زي ما انت عايزة قطعي وقدمي. تمام? انا هسيب لكم في صندوق الوصف المقادير طبعا آآ وروابط صفحاتي على الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. وكمان هسيب لك كل ميت سعرة آآ كل ميت جرام فيها كم سعرة حراري. لو حبين نوعية من الفيديوهات دكتير يا ريت سيبولي رأيكم هنا في التعليقات او على رسال صفحاتي. بعد ما قطعتها هنزل ازينها اهو ببص زيني براحتك بكوز هند زي ما انت حابة عندي انا انا لقيت لز آآ آآ مبشور كده آآ شرائح رفيعة جميلة حطيت براحتك خالص زيني براحتك عايزة تقدميها كده برضو براحتك الطعم طحفة طحفة جميل جدا جدا ولا فرن ولا خبز ولا اي حاجة وبمكونات تعتبر موجودة في البيت حتى لو اشتريتيها ممكونات مش غالية قوي. ممكن تعملي نص المقدار بس هيكون صغير جدا يعني مقدار ده مزبوط. آآ هسيبلك زي ما قلت لك المقدير في سندوق الوصفة اتمنى اتمنى تجربوا الوصفة وتقولين رأيكم وبصي بقى الجمال بصي بقى طعم خرافة وبيدوب دوب في البقى يا بنات. يعني بصي كل اللي يكلها مستحيل يصدق انها من مفيهاش سكر مفيهاش دقيق مفيهاش اي حاجة آآ مؤزية مناسبة لنا لكل انواع الدايت وكمان مناسبة لمرضى السكر ومرضى حسيت الجولتين اللي دايما بيبعتولي لان طبعا يعيني مش بيكلوا اي حاجة فيها دقيق فحلوياتهم قليلة جدا يعني فان شاء الله هركز معاهم في الفترة الجاية على الحلويات المناسبة ليهم. واتمنى لو وصلت معايا الحد هنا في اشتراك وتفعيل زر الجرس واللايكات الكتل للفيديو عشان يترفع ويشوفه غيرك وهتوحشوني جدا جدا الفيديوهات اللي جاية وباي